في الغربال الميدالية الأغلى لأبطالنا البعثة المصرية رجعت وبحمد الله بست ميداليات كان فيها البنت زي الولد ما يشكو بالت عدد أبدا لأنه الستة متوزعين بقسم عادلة تلت بنات وتلت رجالة ترجح كافتهم في ريال أشرف بطلة الكراتين اللي جابت الزهبية بالإضافة إلى هداية ملاك لعبة التي كوندو اللي جابت البرونزية وأيضا جيانة فاروق لعبة الكراتيه اللي حازت على الميدالية الزهب البرونزية وفاز بالتلت ميداليات التانيين كيشو بطل المصرعة وسيف عيسى بطل التي كوندو والحقيقة الميدالية الغالية جدا ميدالية أحمد الجندي لعب الخمس الحديث فاز بالميدالية الفضية وعشان بس تفتكروا قد إيه ميدالية الخمس الحديث غالية لأنه لعب الخمس الحديث ده بيتنافس في خمس ألعاب يعني بيلعب سباحة وبيلعب فروسية وبيلعب رماية وبيلعب جري فبالتالي في الأربع ألعاب أو الخمس ألعاب بالإضافة للسلاح بياخد ميدالية فدول أبطالنا ست أبطال اللي فازوا لكن بقول لكم هي ليه؟ هو قيمة ميدالية الجندي حكتين مهمين جدا إن إحنا بقلنا مدة في بطولات العالم في الخمسي لنا مراكز متقدمة جدا نروح الدورة الأولوبية ما ناخدش حاجة ما يبقاش فيه التوفيق ده وهو جندي بطل عالم لكن عمله منتادة تاريخية يعني لحد هذا السباق يعني لو لم يحقق هذا يعني عمل آخر سباقين هم عمله منتادة عالية جدا واقترب كثيرا على فكرة هو الفرق بينه وبين الأول ضئيل يعني طيب أنا ليه أقول لكم دي في ريال أشرف الحياة المدهشة اللي حققت زهبية وزنها في الكاراتيه لكن عايز أقول لكم أنه قبل هذه الميداليات وقيمة هذه الميداليات الحياة كان فيه ميدالية غالية جدا بدت على السطح العام لكل المصريين لكل هؤلاء الأبطال مع كل قيمة ميدالياتهم كانت القيمة الأغلى لهذه البعثة هي هذا الاهتمام والتقدير والتكريم الرئاسي من فخامة الرئيس عفتاح السيسي لأبطال البعثة كلنا بنتابع دورات أولمبية وكلنا بنتابع البعثة المصرية ومشاركاتها ما سبقش أبدا أنه فيه بعثة أولمبية مصرية حظيت بالمتابعة والمسندة على أعلى مستوى يوم بيوم في المنافسات الصعبة زي ما حدث من الرئيس عفتاح السيسي للبعثة المصرية وأعتقد تابعته حضراتكم الدعم الكبير جداً اللي قدم لمنتخب اليد والتحية لعيب كرة اليد حتى بعد الخسارة لأنه ما في النهاية خسروا بشرف بعد ما أقدموا كل اللي عليهم فكان مجهود يستحق وتمثيل يستحق من الرئيس عفتاح السيسي توجيه التحية لأبطال مصر وشفنا التهنية وشفنا الدعم وشفنا المؤذرة والمسندة مع كل إنجاز يتحقق يمكن دي تهنية سيادة الرئيس للبطلة المصرية في ريال أشرف وقال لا أتقدم بالتهنية لابنة مصر البطلة في ريال أشرف لحصولها على الميدالية الزهبية للكاراتيه بأولمبياد توكيو 2020 إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صناعة الإنجازات في جميع المجالات فخور بابنتي في ريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية دي الميدالية الغالية لفريال أشرف زي ما كان لعبة كرة اليد حظوا بهذا الدعم وهذه المسندة وهذا التقدير الرئاسي وكان قال لهم الرئيس عفتاح السيسي أبناء شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنفسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد توكيو 2020 كمؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيدا من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية متمنيا لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة تقدير وتكريم ودعم وأنا معك أن دي أهم متحقق من ميداليات ليه أهم متحقق من ميداليات طبعا ابتدوا حسوا أن أعلى مستوى في الدولة بيتابع يوم بيوم وبيتابع بالتفاعل هيطلق أسماء هلال أبطال على المحاورة المرورية ده لسه في حاجات كتير والمكافات هنكلم على على البنفت أو المكاسب اللي خدوها الولاد دول أي عندما خلينا في المغزى ودلالة أي لأن دي أهم ما في الموضوع لما تقرأ بدقة مثلا البرقية اللي اتبعتت لملتخب كرة اليد بمجرد وصولهم للمنافسة على المركز الثالث والرابع كانت برقية لها معنى جابت جدا إن أنا الغاية الأولمبية مترجمة في هذه الرسالة أيوة الغاية الأولمبية ليس عليك إدراك النجاح ولكن شرف المحاولة الجد أيوة ابزل ما عليك ابزل ما عليك طبعا أنت بطل الأولمبي بس شرف شرف صحيح قاتل بشرف صحيح وهنا ده يختلف عن التمثيل المشرف آه القتال بشرف إن الناس تشعر بجدارتك ولكن لابد ثمت فائز لكن أنا كانت أيضا جدير إنك تكون فائز لكن لابد من فائز إذن عندما شعر السيد الرئيس بالجدارة هذا المنتخب وبقدرته قال لك أنا مش هستنى إنما تيجي نتيجة تفسد الفرحة وتفسد ودي له محافظ إضافي أنا هقول لكم أنتو خلاص الجدارة تحققت ولمسها كل العالم ولكن يا ريت تاخدونا أبعد من هذه اللحظة وده اللي أستشعره في منتخب صغير السن يا أستاذ إبراهيم قوامه 80% النهاردة من أبطال العالم وأبطال وثالث العالم في النشئين والشباب قريبا تحققوا هذا أي وواحد أو اتنين هيبقوا في مرحلة الجيل الوسط إذن جيل قدامه دورتين أولمبيدين على الأقل يكون موجود إن شاء الله بهذا الزخم إذا ما أضفش إليه عناصر جديدة وأنا بقول لك لو لا إصابة علي زين قبل ماتش النهائي اللي هو بتاع البروزية مؤثر دعيم مؤثر جدا طبعا يعني انت أخسرت إيه فرق جولين والجولين دي بيجوا في آخر اللحظة أنا كنت تبقى معك الكورة ومستعجل وعايز تجيب بالتعادل فتيعمل عليك هجم أمر التاج كان هيكون مؤثر جدا لأنه علي زين هو مع زميله طبعا ومحققه أحمد الأحمر من أرقام تدعو إلى الفخر في هذه البطولة لكل التحية طبعا علي زين تحديد أن أنا كلمتك تأثيره حيكون إيه علي زين لعب خط خلفي إذن هو من اللعيبة اللي تبقى هجوميا تضيف كثيرا إلى الفريق وعنده حلول يعني هو فيه مزيج من حسين زاكي وسامي عبد الوارث وأنا بقول للتنين دول في وجهة نظر أهم بكين ظهره أو من أهم البكات اللي ظهرت من ناحية الفنية زايد أنه بمزيج ثالث عليهم أنه السنتر هاف السنتر هاف اللي هو البلاي ميكر أنه يستطيع من النضج أنه كان يلعب الدايرة يسقط يلعب الوينج عنده رؤية ناضجة أنه بيستخدم أن الدفاع لما بيطلع يقابله عشان خايف من قوته الهجومية كان يقدر يلعب اللي حواليه فهو كان يلعب مؤسس لكن اللي وصلنا من تخابنا كورة اليد استحق الإحترام وهي قيمة كبيرة جداً وخصوصاً في الدورات الإولمبية ممكن برضو معليش يا أستاذ بريح من المتكلم في حدث فيه ناس ما حققتش لكن تحظى بتقدير واحترام شديد جداً السلاح خلينا أقول لك كلهم يعني النتائج البعثة بالكامل عشان نشوف كل واحد عمل إيه سريعاً فيه ناس ما حققتش عايز أقول لك كينهم حققوا معناه لك المنتخب كورة اليد الرابع اللي جي في المركز الخامس محمد مصطفى لعب المصارع في وزن 87 ده في المركز الخامس وده نفس المركز اللي احتله منتخب مصر في سلاح السيف للفرق أيضاً عمر عصر لعب تنس الطاولة جي في المركز الخامس وده رقم أو ده ترعب رائع جداً لتاريخ مصر في تنس الطاولة ده غير مسبوك بالمرة لمصرياً ولا عربياً إنك حد يحتل المركز الخامس في تنس الطاولة ده إنجاز كبير جداً على أبو القاسم بطل السلاح كان في المركز السادس محمد حمزة أيضاً زميله في الشيش كان في المركز السابع محمد سيد لعب سيف الممرزة كان في الثامن مصافة عمر لعب الجلة كان في المركز الثامن زي نفس المركز اللي حقاً عبد الرحمن واقل لعب تاكونده في وزن 68 كيلو جرام في المركز الثامن كان منتخب مصر لكرة القدم احتل المركز الثامن منتخب الأولمبي المركز الثامن كان منتخب مصر لسلاح الشيش المركز التاسع كانت ملك حمزة في جنباز الترامبولين والمركز العاشر كان سيف آسر أيضا في جنباز الترامبولين والمركز الحداشر كان لمهاب مهيمن في نهاء الغطس من منصة مردو الغطس دي ميدالي مش ميدالي مركز شرفي تتوقف عنده ما حصلش قبل كده لكن هناك زي محمد السيد شاب عنده 18 سنة يقدر يعمل هزي الإنجازات ويخسر من بطل كبير ويخسر إيه؟ في المبرزة يخسر إيه؟ وهو يعني كده يدخل التاريخ ومتقدر بعدين ببونطة أو اتنين أبو القاسم طبعا ده رجل مصنف عالمية فريق السلاح نفسه مصنف عالمية أنت عارف أنه متصدر التصنيف العالمي حتى بعد دورة توكي إذن أنت عندك ناس مصنفين في ناس عملت نتائج ما كانش متوقعة زي الفروسية رغم أنها ترتبة ومتأخرة لكن عملت نتائج يعتبر تمثيل مشرف كويس؟ إنما المصارع صاد إبراهيم ويخسر